فالحق تبارك وتعالى ينهى الأزواج والأولياء أن يدفعوا الأموال إلى السفهاء الذين لا يحسنون التصرف ولا يحسنون التدبير لهذه الأموال لضعف عقولهم وضعف إضراكهم وقلة معرفتهم بوجوه النفع التي ينفقون فيها هذه الأموال سواء كانت لهم أو مختصة بكم لا تدفعوا إليهم حتى لا تهلكوا أموالكم وأموالهم وحتى لا تضيعوا هذه الأموال فالمال قوام الحياة يا الله قوام معايشكم ومن أعظم الأسباب على أمر الدين والدنيا المال بل وجعله ربنا جل وعلا قياما أي ملاكا وعمادا تصلح به أحوال الخلق وقد أمر الله المكلفين تدبر هذا التأصيل وقد أمر الله المكلفين بحفظ الأموال في مواضع كثيرة في القرآن الكريم نعم أمر جل وعلا بحفظ الأموال وقال سبحانه ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا يا إلهي أنا لا أريد أن أقف عند جزئيات أضيع بها جلالا هذا الكلام ونورة وبهاءة لا أقف عند من يفعل كذا وعند من يصنع كذا وكذا فكلكم يعرفوا هذا لكن ننظر إلى هذه الآية العظيمة يقول حق سبحانه ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا وقال جل جلاله في صفات عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وقد أمر الله جل وعلا في آية الدين التي شرحناها بالتفصيل في آخر سورة البقرة أمر بالكتابة كتابة الديون والإشهاد ليه؟ حفظا للأموال والحقوق ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح الذي راه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الإيماني من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما وفيه تنبر هذا الحديث الجميل جدا وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم المال الصالح للمرء الصالح وفيه لفظ للعبد الصالح نعم المال الصالح مال من الحلال الله ما أطيبه وما أجمله مال جمع من الحلال ومال يخرج فيه صاحبه حق الكبير المتعال فهذا من أجل نعم الله على العبد نعم المال الصالح للمرء الصالح وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا فثنتين والحسد هنا كما ذكرنا مرارا بمعنى الغبطة بمعنى الغبطة لا بمعنى تمني زوال النعمة كلا هذا حرام لا حسد إلا فثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق الله 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 ورجل آتاه الله حكمة فويقضي بها ويعلمها لا حسد إلا فثنتين لا يغبط أي إنسان كما يغبط على مثل هتين النعمتين العظيمتين الأولى أن يرزق الله مالا فينفق هذا المال أناء الليل وأطراه في النهار ورجل آتاه الله حكمة رجل حكيم عاقل وقليل ماه وقليل ماه يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد يؤتي خيرا كثيرا والحكمة كما ذكرت كما قالت من قيم هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي وأركانها العلم والحلم والأناه وآفاتها وأضادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة رجل آتاه الله مالا فيونفقه أناء الليل وأناء نهار ورجل آتاه الله حكمة وفي لفظ رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم بأناء الليل وأناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل وأناء النهار